اهلا بكم مشاهدنا من جديد استقبل معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط الدكتور سام النعيم رئيس جمعية مهندسي البترول العالمية الذي قدم لمعاليه الاعضاء الجدد لجمعية مهندسي البترول العالمية فرع البحرين وأشد معالي وزير النفط خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها جمعية مهندسي البترول لاستقطاب العديد من الفعاليات الدولية لإثراء الساحة العلمية بالمواضيع المهمة ذات العلاقة في القطاع النفطي والصناعي في مملكة البحرين والأسيما مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز ميوس وتطرق معالي الوزير في حديثه إلى أهم المشاريع النفطية التي تقوم بها مملكة البحرين كمشروع مصفات البحرين ومرفأ الغاز المسال وغيرها من المشاريع المهمة بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الشركات النفطية العالمية كشركة إني الإيطالية وتوتال الفرنسية في تطوير القطاع النفطي في مملكة البحرين علن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 219 من سكوك السلم الإسلامي الحكومي قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 17 يوليو 2019 إلى 16 أكتوبر 2019 ويبلغ العائد المتوقع لهذه السكوك 3.09% مقارنة بسعر 3.18% للإصدار السابق بتاريخ 19 من يونيو 2019 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 320% والآن المشاهدين نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة الاقتصادية المشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.20% مقفلاً عن مستوى 1533 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.240.000 السهم بقيمة إجمالية تجاوزت 698 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 86 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت عن مستوى 9044 نقطة بارتفاع عن نسبته 0.32% ونتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي أقفل على انخفاض نسبته 0.75% وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تراجع عن نسبته 3 نقطة مئوية تقريباً أما السوق دبي المالي تقدم بربع نقطة مئوية وأخيراً سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على انخفاض نسبته 0.22% أعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات تطبيق قائمة جديدة ومعدلة لرسوم الخدمات التي تقدمها للجمهور ومجتمع الأعمال في مختلف الاختصاصات التي تشرف عليها وشمل التعديل إلغاء وتخفيض الرسوم المطبقة على 110 خدمات وغرامات وأكد سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن تخفيض وإلغاء مجموعة كبيرة من رسوم وزارة الاقتصاد من شأنه أن يعطي دفعة إيجابية مهمة لقطاع الأعمال بدولة الإمارات حيث يهدف إلى تخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية عن المواطنين والمقيمين من أصحاب الأعمال بما يشمل الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة حقق بنك مسقط نموا في أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.59% على أساس سنوي وبلغت أرباح البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو أكثر من 123 مليون دولار وأوضح البنك في بيان للبورصة ارتفاع أرباحه في النصف الأول من العام بنسبة 4.4% إلى 93.65 مليون ريال مقابل أرباح بقيمة 89.7 مليون ريال في النصف الأول من 2018 أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن خفض قيمة العملة الوطنية إلى 506 ريالات للدولار الواحد وألقى باللائمة على ميليشيا الحوثي الانقلابية في انهيار سعر العملة المحلية وارتفاع مستوى معاناة المواطنين وإحديات الأزمات ورفع أسعر السلع وانتعاش السوق السوداء وأعلن البنك المركزي اليمني بعد توفير الدولار بالسعر الجديد لجميع التجار والمستوردين للسلع معداء الكماليات للسيطرة على تهاوي الريال في السوق الموازية وأضاف أن ذلك الإجراء يأتي نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قبل الحوثيين وفريق السوق السوداء والصرفين ولجان تدمير الاقتصاد التابعة للجماعة ذاتها كونهم تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق أشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل هوابي تعتزم إلغاء العديد من الوظائف في الولايات المتحدة في الوقت الذي تتصد فيه إدراجها على القائمة السوداء تباطى النمو الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود مسجلة نسبة 6.2% في الربع الثاني من العام وذلك في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع الطلب العالمي وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماوشين يونغ أن الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة سواء داخل البلاد أو خارجها ونمو الاقتصاد العالمي يتباطأ فيما تتزايد نقاط الخلل وعام عوامل الغموض في الخارج وتتبادل الصين والولايات المتحدة رسوما جمركية مشددة على أكثر من 360 مليار دولار من المبادلات التجارية السنوية بينهما وفقت لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية على تسوية مع فيسبوك تفرض بمجابها غرمة مالية تقارب 5 مليارات دولار على الموقع الشهير بسبب سوء إدارة المعلومات الشخصية للمستخدمين وواجدت اللجنة أن كيفية إدارة فيسبوك لبيانات المستخدمين تنتهك اتفاقا مبرما بين الطرفين سنة 2011 وتعتبر هذه الغرامة الأكبر التي تفرضها اللجنة على شركة تعمل في مجال التكنولوجيا حيث تتجاوز بعشرات الأضحاف الغرامة المفروضة سنة 2012 على شركة جوجل المقدرة بـ 22 مليون دولار مشاهدين الآن نترككم مع أبرز مؤشرة الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وفي آخر أخبارنا الاقتصادية ذكرت صحيفة وولستريت جورنل أن هواوي تخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في الولايات المتحدة في الوقت التي تتصدى فيه شركة معدات الاتصالات الصينية لإدراجها على قائمة السوداء في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تشمل عمليات التسريح وظائفة في وحدة البحث والتطوير التابعة لشركة هواوي في الولايات المتحدة التي توظف نحو 850 شخصا في معامل أبحاث في أرجاء أمريكا ونقلت الصحيفة الأمريكية أن الشركة منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة خيارا للعودة إلى بليادهم ومواصلة العمل في الشركة